بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد عياد ان شاء الله النهاردة حلقة جديدة من التصميم باستخدام سردوركس حلقة اللي فاتت تكلمنا عن لوفتد ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن باوندري وهنشوف برضو ان شاء الله نستخدم الاداة ازاي فمبدأيا لو عملنا برض جديد وروحنا مثلا على وعملنا مثلا على الشكل ده طبعا احنا هنطبق المرة دي على طول عشان تبهن معنا الاداة بتشتغل ازاي وعملنا اجزت وبعدين عملنا بلان موازه لبلان الطب قيمة مسلا تلتمية وعلى البلان التاني عملنا سكيتش جديد وعملنا مسلا سيركل بالشكل ده اصبح عندنا اتنين سكيتش ودخلنا امر فهنا اول حاجة بيقول لي اختار الاتجاه الاول واحد اللي مسلا خلاله عن اختار السكيتش الاول مع سكيتش تاني وطبعا زي ما برضو ما تعالينا قبل كده في لوفت بنتحكم عادي هنا في النقاط زي ما احنا حابين طيب ايه كمان قدر نعمله برضو اقدر احدد طبعا لازم يكون عندي مجسم تاني نورمال تو بروفايل هنا بقى اقدر احدد من الخيارات اللي عندي اللي هو مسلا ده اللي فوق احدد نورمال تو بروفايل يبقى هياخد الشكل ده وهو نازل واقدر ازود السيركل او اقللها بالنسبة للشكل الاجمالي زي ما انا حابب في خيار نورمال تو بروفايل خلاص ما بحددش بروفايل ياخد الحيز الاجبور وطبعا بالنسبة برضو المستطيل لو برضو جيت نورمال تو بروفايل اقدر برضو اخلي المستطيل ياخد القيمة اللي انا حاببها بالنسبة للشكل وبردو زي ما اتكلمنا قبل كده اقدر اخليها من كل الاتجاهات او من جهة واحدة زي ما انا حابب كل ده اتكلمنا عنه في لوفت وهو نفس الكلام في باوند طيب ايه تاني بقى اقدر عملوه لو آآ سيبنا الشكل بالطريقة دي زي ما انا اخترناه وقفلنا الشكل ده اصبح عندي هنا مجزة طيب لو جيت عملت مسحت ده تاني وفضل عندي الاتنين وعملنا سي ري دي سكتش طبعا سي ري دي سكتش من غير بلان واخدنا مسلا اس بلايم وقلنا اني هابدأ مسلا من النقطة دي وهعمل انحناء بنحناء تاني وهوصل لحد سيركل وهقفل السكتش واخترت تاني امر باوندري وحددت الاتنين بروفايل كده بقى عندي ده الدايريكشن الاول الدايريكشن التاني هنا زي ما كنا بنستادن في آآ كيرف جايد هنا الدايريكشن التاني هو الجايد بتاعي اللي هو هيكون الاس بلايم هلاقي طبعا واخد الانحناء بالشكل ده واصبح ده الكيرف جايد بتاعي لو جينا هنا على الاس بلايم ولاغينا شلنا من هنا هبص هلاقي الشكل طلع نورمال من البروفايل ده البروفايل ده فعالت كيرف جايد اصبح عندي بالشكل ده طبعا ما فيش خيار شغال لان انا ما عنديش آآ مجسم تاني اختاره كage امشتغل عليها فطبعا هنا ما عنديش غير خيار طبعا احنا مفيش اي اختلاف بينه وبين اللوفت لو انا عندي مجسم تاني بختاره بس عشان ما طولش عليك آآ وبحدده وطبعا بالنسبة لخيار آآ برضو اتكلمنا عنه ان انا ممكن اخلي المجسم آآ مفرغ من الداخل طبعا لما بفعله واحط آآ القيمة اللي انا حاببها واتجاه واحد او اتجاهين طبعا كل ده اتكلمنا عنه وتكلمنا برضو عن مفيش اي اختلافات خالص في الحاجات دي هنلغي آآ اخلي شغال اصبح عندي شكل مفرغ بالطريقة دي وعندي مثلا اتنين مجسم زي دول كده وروحت على واخترت الشكل ده وده او خلينا علشان موضاي بواقع اكتر خلينا اخترت السطح ده والسطح ده وحددت النقطة هنا كده واخترت السطحين قلنا اوك ايه اللي حصل عمل لي اتصال ما بين السطح ده والسطح ده خرج لي خامة جديدة هنا اضاف لي ماتيريال جديدة علشان كما لو انا عند هلاقي بيقول لي ضيف ماتيريال ايد ماتيريال بتوين بروفايل انتو دايريكشان يعني حط ماتيريال جديدة في اتجاه ان تاني يبقى هنا وظيفة الاداة اللي انا كنت عايز اوصلك في الاخر ان انا باستخدام الادا دي بقدر اضيف ماتيريال سواء ان كانت ما بين اتنين سكتش او اتنين مجسم ويسع لكده بقى اي شكل انت حبيب انك توصل له يعني لو انا عندي اتنين سكتش اا او تلاتة اسكتش على حسب اا ما انا مجهز اقدر اوصل مجموعة الاسكتشات دي ببعض علشان اوصل بها احطها كلها ماتيريال يبقى مجسم دا بالنسبة لو هي اسكتشات طيب لو هي عندي مسلا مجسم او اتنين او تلاتة على حسب ما نمرتبهم اقدر احط ماتيريال جديدة يعني بين مجموعة المجسمات دي يعني انا عندي مجسم ومجسم تاني اقدر زي ما احنا شوفنا كده اضيف باتيريال جديدة هنا تعال بقى نشوف بقية الخيارات اللي زهرت هنا كمان لما تعملنا مع الشكل كمجسم هنا مسلا عندي طبعا ده لو جيت هنا وقلت طبعا اتكلمنا عنه عنقول لو قلنا اخترنا نورمال تو بروفايل يبقى كده اخد شكل البروفايل لو جينا هنا كمان وقلنا نورمال تو بروفايل تعالى كده نبص اهوات شوفنا اللي حصل بص كده الفرق من النم عادي واخد من الشكل ده للشكل ده مفيش هعمل اي حاجة تاني اضافات من عند لك لما اجا اقول له انا نورمال تو بروفايل يعني بخليه اخد انحناء بالنسبة للشكل ده لحد التاني وهنا نفس الكلام هيصبح يديني الشكل بالطريقة دي وطعم برضو ان اقدر ازود واقلل في انسيابية كل شكل بالنسبة للتاني من اهم طي لو جينا اخترنا اخيار تاني وقلنا كده كده هللاقيه برضو عمل ممس بالنسبة للسطح زي ما عنا شايفين واقدر برضو ازود او اقلل لو جينا خيار كيرفيت شارت وفيس بوص بيان الاختلاف هللاقيه عمل كيرف عمل انحناء بالنسبة للفيس وهنا نفس الاختيار الشكل ده يبقى دي كده كل الخيارات المتاحة عندنا عندي كمان خيار تاني بقى بيزهر هنا ان انا اقدر اقول نيكيستفيس الشكل ده يبقى انا هبدأ اللي نحناء من هنا ولو انا حددت هنا اخترت تاني وارضو اعمل كده نيكيستفيس هليداني شكل طريقة دي على ان الساعة ما حد تحرك بالعرض كده غير ما كنا شغالين على الارتفاع دي كل الخيارات المتاحة او هنا هلاقيه اقدر اسحب كده واقلي دي انا اوكي هلاقيه عمل لي خيمة بالشكل طبعا ده شكل يعني افتراضي بس احنا عشان اوصل لك الفكرة بس ماشي ازاي لكن انت بقى بتقدر تحط الاشكال اللي انت حبيبها او اللي انت عايز توصل ما بينهم او لو انا اتفاجئت انا مسلا بعمل شكل في تصميم وعندي مجسمين داخل التصميم بتاعي وبعدين عايز اوصل ما بين المجسمين دول بمادة حط مادة جديدة ماتيريال جديدة فابدأ اا اوصل بينهم زي ما انا حبيب واتحكم فيهم زي ما انا اا محتاج اوصل لشكل محدد وطبع الخيارات برضو المرج ان انا احاولهم بقى كلهم первين مجسم واحد او كل مجسم من واحده او اا اا الغي المواسعات كلية طبعا اتكلمنا عنه في الاجزاء اللي فاتت مفيش فيها اي اختلاف وبكده ان شاء الله نكون وصالنا نهاية الحلقة ونكون برضو انهينا جميع الاجزاء المختصة بتحويل الابعاد لسبط اليسم والابعاد او الربط بين اا مجسمين ودي الجزء الاول في فتشر اللي هو الاكستروت بوز لسويبت اللوفت الباون دي ان شاء الله في الحلقة الجاية هنبدأ نتكلم عن اوامر القطع وازاي هنتعامل معه يا ريت يا جماعة النهاردة ان شاء الله بكونوا استفدتم من الحلقة ويا ريت اه نطبق ونمارس كتير لو في مشكلة بيتكم اكتبوا ليه في التعليقات واشوفكم ان شاء الله في حلقات جديدة كان معكم محمد عياد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته